أنت تبدين الوافد على الكويتي من الآخر هذا أكثر ما يقال الآن في تويتر وفي غير تويتر على حساب الكويتي تستعين هند الصبيح بالوافد ما هو دليلك؟ كلام يقال ولازم نرد عليه نرد عليه بالأرقم صح؟ أول شيء يعني قرار اللي صدر في 2007 اللي هو سمونا سياسة الإحلال من ديوان الخدمة المدنية قال إن نسبة لوكاتيين ما تقل عن 90% يعني أنت كأي وزارة لك الحق لـ 10% 10% 10% أنا يعني اليوم صح بتكلم عن الجهات التي تابع لي لكن أبعرج على الدولة بالكامل كوني عضو في مجلس خدمة مدنية في 2015 كانوا الوافدين 5,693 والكويتيين 17 1181 أعتقد الآن أعكستها 11,516 هذا الكويتيين 11,516 في 2016 نزلوا إلى 3,486 والكويتين ارتفعوا إلى 1791 في القطاع الحكومي في 2017 نزلوا إلى 790 بعد الغرار الأخير الذي صدر المجلس خدمة مدنية هذه حصائيات رسمية رسمية وصدرتها لكل عرفاء أي أعرج على وزارة الشؤون والجهات التابعة لي عشان ما أتكلم على وزارة الشؤون أتكلم على كل الجهات وزارة الشؤون نسبة الكويتي إلى غير الكويتي وأنا أحب أقول كويتي إلى غير الكويتي عشان تكون واضحة 6,9% يعني 7% 6,9% الوافد الوافد في المجلس على التخطيط 3,8% يعني 4% في الإدارة المركزية للأحصاء 6,9% يعني 7% في الهيئة العامة للشؤون للعاقة 9% في الهيئة العامة للقوة العاملة أقل من 1% هذه الأماكن اللي تابع لي تابع لي كم تم الاستغناء عنهم في فترة توليه هذه الوزارة في وزارة الشؤون 276 في المجلس على التخطيط 15 في الإدارة المركزية 2 في الهيئة العامة للشؤون للعاقة 15 في الهيئة العامة للقوة العاملة 9 بس معالي الوزيرة أنا ندري أن بعد ما صارت الربط الإلكتروني بالمراسلات بين هذه الوزارات وهذه الإدارات تم الاستغناء عن المراسلين بس لأنه صار ما لدور في مراسلة الإلكترونية لا 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 أعطيك إياهم أعطيك أن في استغناء عن مهندس مستغناء عن نظم معلومات في استغناء عن قانوني في استغناء عن محاسب لا مو صحيح لا مو صحيح مو صحيح هذا الكلام وهذه كلها مدعمة بالأوراق والإحصائيات كذلك صدر قرار مؤخرا من مجلس الخدمة المدنية حدد فيها أن نسبة الكويتيين كم تكون في مجموعة الوظائف في وظائف 100% في وظائف 97% يعني انزلت من 10 صارت 3% على مجموعتها مثل وظائف الهندسية لازم 97% في الحكومة الوظائف التدريس 70% طبعا أنا ودي أقول أن احنا من راجعنا كل الجهات الحكومية لقنا هي تتأرجح من 9 أو 10% في 7 في 8 في 3 مثل ما أنا اتطرقت بس الوحيدة هي اللي أعلى من العشرة بالمئة اللي هي قطاع التعليمي والقطاع الصحي طيل فالقطاع الصحي إذا أنا بيب سواء ممرضين أو جراحين أنا أعتقد هذا أدد فاليو لأنه أكو كويتيين كذا اللي قاد تتدربون منهم قطاع الصحي تابع لوزارة الشؤون وزارة الصحة وزارة الصحة أنا قاد أتكلم على الحين الدولة كل القرار اليديد اللي طلع رح يخفض كذلك عدد غير كويتي إلى الكويتي لأنها صارت في مهن هي 100% للكويتي فقط ما يدخل عليها غير الكويتي فهذه كلها إجراءات كاعد تقوم فيها هذه الحكومة لفتح آفاق وفرص وظيفية إلى الكويتي كل يعني ما قيل لا توجد لديه مستندات إلا مستند بعين واحد طب أنا كم واحد استغنيت عنه ترجمة نانسي قنقر